إنها القرة الأقل زيارة في العالم وفي أفضل الظروف من الصعب للغاية الوصول إليها ومع ذلك فإن جاذبية اكتشاف المجهول والرغبة في وضع قدم في كل قرة شجعت المسافرين على محاولة شق طريقهم إلى القطب الجنوبي فما الذي يميز القرة الواقعة في أقصى الجنوب والتي تستمر في إذهال الناس ومن هو رئيسها؟ السلام عليكم متابعون الأعزاء قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل فيديوهاتنا إنه واحد من الأماكن الأكثر برودة على الأرض يقع القطب الجنوبي في جنوب المحيط الهادئ ويتكون بشكل رئيسي من طبقة من الجليد التي تصل سماكتها إلى أكثر من أربع كيلو مترات في بعض المناطق في السابق كان القطب الجنوبي مجرد قطعة من الجليد الضخم ولكن اليوم هناك بعض العلماء والباحثين الذين يعيشون هناك لدراسة الأحوال الجوية والتغيرات المناخية والبيئة تبلغ درجة حرارة القطب الجنوبي ما يقرب من سالب سبعين درجة مئوية في فصل الشتاء وتصل إلى سالب ثلاثين درجة مئوية في فصل الصيف يوجد هناك أيضا ظروف جوية قاسية جدا بما في ذلك رياح شديدة وعواصف ثلجية مما يجعل العيش في هذا المكان تحديا كبيرا ومع ذلك فإن القطب الجنوبي يعد موطنا لحياة نباتية وحيوانية فريدة من نوعها تتميز هذه البيئة الطبيعية القاسية بأنها مثالية لبعض الحيوانات مثل البطريق والفقمات والحتام والدلافين والأسماك وتعد البحيرة فوستوكا وهي أكبر بحيرة في القطب الجنوبي بيئة حيوية للكائنات الحية الدقيقة وتعتبر أحد أكبر المعابد الجليدية في العالم فمن هو رئيس القطب الجنوبي؟ في الواقع لا يمكن لأي دولة أو شخص أن يدعي رئاسة القطب الجنوبي ولذلك في عام 1959 تم توقيع معاهدة أنتركتيكا وهي التي وقعت عليها 12 دولة كان لها مصالح كبيرة في القرة القطبية الجنوبية في ذلك الوقت وتطالب بملكية حصة من القرة هذه الدول هي الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والشيل وفرنسا واليابان ونيوزيلاندا والنرويج وجنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومن بين البنود التي اتفقوا عليها أن القرة القطبية الجنوبية يجب أن تستخدم للأغراض السلمية فقط وأن العلم سيكون في طليعة أي تطوير أو تسوي هناك ويسمح لأفراد الجيش بالتواجد هناك ولكن فقط في أدوار الدعم فما هو مستقبل القطب الجنوبي يأتي حوالي 90% من السياح إلى القرة القطبية الجنوبية عن طريق القوارب وتعد هذه الرحلات باهظة الثمن ويقضي معظم المسافرين بضع ساعات فقط على الأرض قبل ركوب السفن والمغادرة وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مصدر منفرد للسياحة في القطب الجنوبي ولكن الصين ترتفع سريعا إلى المرتبة الثانية وبهذا نصل إلى نهاية الفيديو حول القطب الجنوبي نأمل أن يكون قد قدم لكم نظرة شاملة ومثيرة حول هذا القطب الجليدي الرائع فحقا هو مكان مذهل ومن المؤكد أنه يستحق الزيارة ولكن يجب أن تتم الإعدادات اللازمة والاستعدادات لمواجهة التحديات المحتملة فلنتذكر دائما أن حماية البيئة والحفاظ على هذا الموطن الطبيعي الهم يجب أن تكون أولويتنا أتمنى أن تكون قد استمتعت بمشاهدة الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ويمكنكم أيضا مشاهدة فيديوهاتنا الأخرى شكرا لكم